مرحبا الدرس رقم 3 من سلسلة AIK اشتغلنا بالدرس رقم 1 و 2 على اللاحقة ميروباعشة مش لنا اشتغلناها مع جملة اسمية و مع الجملة الفعلية درسنا اليوم جليجيك زمن زمن المستقبل ايضا هو زمن فعلي رح نشوفه مع الجملة الفعلية بدرجة الاولى زمن بسيط ما رح يعمل معانا كتير مشاكل عمليا سلسلة AIK هي رح تكون سلسلة أزمنة بالدرجة الاولى عنا اليوم جليجيك زمن الدرس القادم رح يكون عنا جينيش زمن رح نشوفه على جلستين جينيش زمن ثم بعدين ننتقل الى بعض الحالات التفصيلية بالداخل عنا الفعل المسبب الفعل المبني المجهور رح يكون ايضا ضمن سلسلة AIK ولو هي بتعطى ضمن مناهج هيتت ممكن منهاج اسطنبول وما شابه من مناهج تانية تعطى بالبي بربيكي الفعل المسبب ما يسمى اتيرغانفيل و اديلغانفيل لكن لانه مشاكل كتيره رح نرح نشتغلهم بداية باجل ندرب عليهم اكبر قدر ممكن من الزمن زمننا الحالي يعني صيغتنا صيغة بسيطة من حيث الاستخدام ما في الها تشعوبات لها استخدام واحد اساسي بالدرجة الاولى لكن رح كون عنا اشكال مع الكتابة واللفظ بالنسبة لها الزمن هاد لها الصيغة هاي بدنا نشتغل اليوم على هالقواعد كلياتها بالبداية شكل الصيغة بعدين نشوف شو دلالاتها بعدين ندرب على طريقة لفظها الصيغة لانه زمن المستقبل كتابته في اللغة التركية تختلف تماما عن شكل لفظه في المجتمع او بالنسبة لي اللغة المحترفة خير نعتبر صيغتنا عنا اربع صياغ فعلية رح تكون كالعادة صيغة الفعل المثبت عم نرمز له باشارة زائد فعل حاصل رح يكون عندي دائما جزر الفعل كك زائد ثنائجة ثنائكة لاحقة الزمن عبتكون زائد دائما عنا اخر شي شيء شهص اكي هون هالرمز هذا مثل ما انه دائما ثنائي يعني ا او ا رح يكون حسب قانون المتغير ثنائي الشهص اكي دائما لاحقة الضمير الشخصي الدالة على الفاعل بان رباعمي سان سي رباعمي وما شابه طبعا الجملة دائما تنتهي بالشهص اكي كي دائما باخر الصيغة لما تجي مع الضمير الشخصي بان او الضمير الشخصي بيز رح يكون عندي التتقي بحرف صوتي فعندي احتمال انه تتحول الى يومشاك ايضا كالعادة جزر الفعل اذا كان منتهي بحرف صوتي والتقى بلاحقة المستقبل عندي هون ايضا احتمال استخدام الحرف ي كحرف عازل صيغة النفي رح تكون تماما نفس المبدأ ولكن فقط رح ينضاف اليها لاحقة النفي مي ثنائي ما بين الجزر وصيغة الزمن او لاحقة الزمن كمان هون عندي لانه عم تلتقي الزنائي رح يلتقي مع لاحقة الزمن الزمن المستقبل عندي مباشرة الي كحرف عازل يعزل بين صوتية كالعادة الكي ايضا رح تصير يومشاكة ما رح اكتب مشان ما نزود كتابة على اللوح الاول رح تصير عندي حالة بمن سيفعل انا سافعل انت ستفعل هو سيفعل الثاني رح تصير عندي هون لن يفعل ما رح يعمل لن افعل انا لن تفعل انت حالة النفي نفي حالة حصول فعل في المستقبل الصيغة الثالثة والرابعة صيغة السؤال المثبت وصيغة السؤال المنفي شو عبي يكون وضعها لما دي اسأل انا شخص هل ستكتب هل ستذهب هل ستتصل هل ستعود او هل هو هل انا هل نحن حسب الفاعل عم نسأل عنه صيغة السؤال بالفعل سابت دائما الجزر زائد الزمن مع النفي طبعا اذا كان نفي ميروباعي اداة الاستفهام ميروباعي واخر شي عنا شهز ايك ما ننسى ابدا دائما ميروباعي اداة الاستفهام تكتب كتابة منفصلة عن الجزر عن صيغة الفعل ولكن صوتيا الرباعي يعني هو مربوط بها الرباعي هاد مرتبط به اخر صوتي موجود هون فقط كتابيا انا عندي حالة فصل بيناتهم وهذا على حسب الرباع وليس على حسب السناعي انه هون عندي اربع احتمالات ولكن لانه دائما مرتبط به هاد فرحكون عندي دائما ايضا احتمالين او اي رح يكون عندي دائما شخص ايكي لاحقت الضمير الشخصي ايضا للدلالة على الفاعل في النهاية هل سيفعل هل لن يفعل ألن يفعل عمليا بحالة النفي كالعادة لاحقت النفي تأتي بعد الجزر مباشرة الحرفية كعازل ما ننسى هلا شكل الصيغة مثل ما انه رح يكون موضوع جدا بسيط هلا بس نشتغل على الامثلة شو دلالة هالصيغة هي بالجملة نحن شو بصير عندي انا معاني بالدرجة الاولى تدل هذه الصيغة على حدث سيتحقق مستقبلا هذا الاستخدام الاساسي اسمه اساسا المستقبل فمعناته دلالته لدلالة على المستقبل هذا واحد لكن تستخدم ايضا لاعطاء امر احيانا حتى باللغة العربية باللهجاتنا العامية او بالفصحة شخص بيكون امامي بيقول له انا انت اطلع لبرة اخرج الى خارج الغرفة ممكن قال له يا انا بشكل اخر انت رح تطلع لبرة يعني انت ستخرج الى الخارج يعني هدفي من فعل المستقبل عبيكون ايضا احيانا اعطاء فعل امر حتى فيه صرامة اكتر ممكن يكون في حالة قسوة في التعامل بموضوع الامر زائد ايضا او للدلالة على الوجوب احيانا مستخدمها مو بهدف انه انت رح تعمل هذا الشيء وانا عرفان احيانا يكون هدفها بما يعني انت يجب ان تفعل كلمة الوجوب بمعنى يجب ان تفعل ايضا اولى شخص انا اذا انت بدك تنجح رح تدرس ستدرس يعني هو بمعنى لازم تدرس بالمجتمع التركي ايضا تستخدم صيغة المستقبل احدى بدائل الدلالة على الوجوب عمليا طبعا الوجوب موجود اشتغلنا نحنا بالآبير اشتغلنا على الملي ماله يتملسن ياب مالسن الى جانب اكرا بالبابير رح نشتغل على الوجوب ايضا باستخدامات جيرك يور ولازم ايضا المستقبل تستخدم في المجتمع ايضا هالصيغة هاي للدلالة على الوجوب كاستخدام مديل اخر نقطة عنها اللي رح ابدأ فيها قبل ما اشتغل بايشيء اخر تختلف قواعد لفظ هذه الصيغة عن قواعد الكتابة شكل كتابتها للصيغة هاي يختلف تماما عن شكل لفظ الفعل في زمن المستقبل فقبل ما اشتغل على جمل معناها لاجل انا اعرف الفظ صح لانه ابرز اهم نقطة عند اي متكلم لغة اجنبية انه يكون ادران يلفظ الكلمات الاحرف بشكل صحيح لانه انا مهما احفظ كلمات اذا ما عرف الفظ صح ما رح اوصل للفكرة تبعتي بشكل المنطقي فنجي على موضوع اللفظ اول شي اخترت انا هون مجموعة افعال اربع افعال هي تحتوي على احرف صوتية مختلفة شكل عنه هون ما يسمى عني كلمة اسمها يظلش يظلش بمعنى شكل الكتابة وعنى كلمة اسمها ايضا اوكنوش من فعل اوكمك اوكنوش بمعنى شكل القراءة كيفية القراءة كتابة فعل يظمك جيتمك جورمك بولمك هو هذا الشكل هذا بحسب قانون اللي عم نحكي عنه جزل الفعل يظ طبعا يظمك الكتابة بنعرفه شلنا المك جزل الفعل يظ زائد لحقت المستقبل ثنائي ثنائي حسب الآ صار يز جاك هلا كتابة يز جاك عم بالفظ انا حانية متل ما عم تكتب نشوف جيتمك ايضا جيتمك تي عم بتصير د جيتمك اتمك تاتمك هلا فعل ثلاثة كانت يتخفف فيها الحرف تي الى د حسب قانون كتشاب ايضا عم صنع عندي هون شكلا قيداجك قيداجك ايضا ثنائي حسب ال اي قرمك الرؤية ايضا قراجك سيارة ايضا قراجك بولمك بولاجك ايضا عم بالفظها كما تكتب حاليا هذا شكل الكتاب الشكل المقروع او الملفوز بدون ما يكون في شي مكتوب غير هيك هلا الشيء رح اكتبه هون حاليا هو كيفية القراءة ولكن املائيا خطأ يعني هو لا يكتب بهذا الشكل فقط هذا ما يسمى بعلم الصوتيات كتابة شكل اللفظ وليس الاملاء باللغة شو عاب يكون عنا الاختلاف حاليا انا هون حاليا عم بشتغل على اساس بانه الفاعل تبعنا رح يكون او غائب يعني ما في لاحق الضمير شخصي او الفاعل رح يكون سان وسيز يعني ضمير شخصي رح تكون سن او سن او سنز يعني تبدأ بحرف ساكن يعني بمعنى الك ما رح نقلب ها بداية الى اليوم وشاك عملية مشان نشتغل بعد على الخطوة التانية هون رح صر عندي يازاجاك شكل اللفظ تبعها هو اختلاف بسيط جدا شبابنا فقط بدل ما يكون عندي الحرف الاول هات متغير حسب الا بحسب المتغير ثنائي بالكتابة في القراءة رح يكون هذا الحرف متغير حسب الا ولكن حسب قانون الرباعي هذا هو رح يكون الاختلاف الوحيد بشكل القراءة يعني بدل ما الفظها يازاجاك رح نلفظها يز جاك يز جاك هون ما عندي كتير اختلاف كبير بالنسبة لأ لنا حاليا كأجنبي هلا اذا الفظها امامكم الشكلين ما رح تشعروا بفارق كبير على السرعة يز جاك يز جاك يز جاك يز جاك فرق كتير صغير بين هات هذا بالنسبة انه نحن كأجانب اذن ابن اللغة يعني الشخص التركي اذنه على لغته حساسة جدا مثل ما احنا اذن حساسة على لغتنا بالنسبة للمجتمع التركي طبعا رح تصادف كتير ناس تلفظوها يز جاك هذا مو انه معبن في وجود هاللفظ هات لكن هذا اللفظ يعتبر حاليا بعلم اللغة بما يسمى اللفظ السليم في اللغة التركية يعتبر لفظ خاطئ اللفظ الصحيح حاليا بقوانين ديكسيون هو يازجاك يازجاك طب هون واحد مع هذا الاختلاف البسيط شو عب يكون فقط الحرف الصوتي الاول من الثنائي الى الرباعي شو عب يصير معناها شكله رح يكون بدل ما يكون رحصير عندي انا هون ايضا الصوتي هات متغير حسب الاي ولكن حسب الرباعي يعني ما هو رحصير بدل ما الفظها gidecek بدل görecek معناها شوفيكون تتوقعوا لحالكون اساسم صارهون اللفظ بدل görecek حسب الصناعي رحصير حسب الرباعي اي görecek 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 bulmak ايضا بدل ما يكون بو لاجاك عب يصير عنا بدل الا عب سير هون او bulacak هذا الكلام بيهم كلايات اكيد لا مو كلايات رح تكونوا مهتمين بانه تلفظوا اللغة التركية باللفظ المثال 100% نحن عم نحكي حاليا مع الاشخاص اللي هدف يعرفوا اسلوب اللفظ الصحيح اذا yazacak gidecek görecek bulacak اذا لحظوا هالحرف هادل عب يكون بالوسط عب يكون اسرع من اللفظ العادي يعني ما عب الفظ انا yazacak عب سير اسرع yazacak gidecek görecek bulacak هذا الكلام لما كان عنده الدمير الشخص اما هو او كان سن او سيز يعني ما عنده التخفيف الكل يمش هلا رح اطلاع من لوح خدو الوقت للشاشة مشان اكتب افعال تانية نشتغل اللفظ مع بال و بيز لما يكون عندي تخفيف الحرف كائلة ومشقة هونيك رح يكون عندي الاختلاف الاكبر خدو الوقت للشاشة و ننتقل بعد ها للجلسة التانية نشتغل حاليا على القسم التاني من درسنا اللفظ ايضا رح نركز بجلسة اليوم على موضوع اللفظ بالدرجة الاولى بالقسم الاول اشتغلنا على الفعل يلي منتهي بحرف ساكن والضمير الشخصي لما يكون الفاعل يعني تحافظ على حالها رح نعمل حاليا بجلستنا بالقسم التاني الفعل ينتهي بحرف صوتي والفاعل تبعا الجملة بيكون يعني لحقت الضمير الشخصي هي رباع ماء أو رباع ز أول فعلين هنا الفعل ينتهي بحرف ساكن والك تخلب يمشقه يعني ناخش حالة جديدة ركزوا معي على التالي شبابنا شو قلنا يظلش شكل الكتابة عم نكتبه إذا حاليا ألفظ الكلمة متل ما بكتبها تماما رحصير لفظي أنا هون باقا جا غم هون يمشقه غين خفيفة باقا هون يمشقه قبلها لازم تلفظ يم هون باقا جا غين خفيفة هون دونجيم دونجيم ي هلا هذا الشكل المكتوب لا يلفظ بهالشكل هاد يلفظ بشكل آخر قوانين لفظ أول شي شو أنا الحرف آ اللي عم يتغير حسب السنائي من قبله هون هحكون بالكتابة سنائي باللفز رحكون عندي رباعي هدا أول نقطة ركزوا عليها شباب أول شي عنا هون معناها باق الجزر نفسه الأول بدل ما يكون آ رح يصير حسب آ لكن حسب الرباعي لحقت الرباعي رح صير آ باق نين شو عندي الج والآ تبقى على حال هسابته الاختلاف الثاني شو رح يصير الحرفين يمشقه مع آ نين هتون يتم شطب ما بظل له وجود لفظا كتابة موجودين يعني هون رح صير عندي أنا باق جام يمشقه والصوت اللي بعده يحزف الحرف الصوتي اللي بأول لاحقة يحول بحسب الرباعي وليس بحسب الثناء يعني بدل باق جام رح صير عندي اللفظ هون باق جام باق جام عالصرعة ما رح تظهر عندي آ كتير باق باق ما كان النظر وكان العناية أيضا فبان باق جام يقبل معنا أيضا أنا سأعتني واحد شوفوا مع فعل نفس العمل حسب الثناء باللفظ شو رح صير هون شكل اللفظ عب بيضل على حاله فقط الصوتي الأول بدل ما يكون حسب الثناء رح يكون حسب الرباعي حسب اله رح صير ا النقطة تكون واضحة أيضا جام مع الـ موجودات يمشق مع الـ بعد مشتوب يعني شو رح صير عندي هون ماتا مباشرة م لفظ هذا الكلام بان دونجام بان دونجام دونجيم كتابة أنا سأعود بان دونجام أنا سأعود أو سألف أو سأدور طبعا بدل باق جام مع البيز لو كان بدل بيز لو كان نحن سننظر بدل بان باقجام رح كون بيز باقجاز بدل المي رح صير ز بان دونجام بيز دونجاز بيز دونجاز طبعا أنت سأتنظر سن باقجاكسن مدل عندي مدل عندي فقط سر عندي تغيير مع السن سيز أو أولار التغيير فقط في الحرف الصوت هذا مع البان بيز بسبب وجود يمشق تشطب هيا والحرف الصوت لباعدها فبدل عندي فقط ميزة بان باقجام بيز باقجاز بان دونجام بيز دونجاز آرياجاؤم كتابة هون الفعل اخترت هالمرة فعل يتهي بحرف صوت أيضا ملاحظات أساسية مهمة ركزو عليها آرياجاؤم شو عم بيصير عندي المنفعل منتهي بحرف صوت حطينا اليل عازل لاحق الزمن يمشق وما شاب هلا شو رح يصير عندي أول شي ركزو الحرف الصوتي أجي أعمل هالتأشيرة هل الحرف الصوتي الأخير في الجزر شو ما كان يكون شو ما كان آخر حرف صوتي في الجزر زائد اليل عازل زائد الآ يعني آخر صوتي بالجزر وأول صوتي باللاحقة مع اليل عازل كله عبعضه يستبدل بحرف رح يكون نفذه هيك الإي الممدودة نحنا بزمانه شفنا بالآبر الآ فوقها آ هاركا شاهانه هاكيم تاريخ الآ ممدودة هون عب يكون عندي أنا إي ممدودة لفظ إي طويلة إي حرف ونصف زائد كالعادة يمشقه مع الـ مشتوب دائما هون رح صر عندي التالي هالأحرف الثلاثة صار بدالون إي ممدودة لفظا بعدين عندي جي أ وآخر شي عندي م بان عريجام شفو اللفظ بيز عريجاز الآخر حرف صوتي في الجزر مع الـ مع الـ مع بعض يستغنى عنهم يستبدلون بحرف إي ممدودة اليمشقه مع الـ يتم الاستغناء عن لفظهم تماما أوكو ما ضلت أوكو ضلت فقط أوك كتبت أو حرف صغير نكتبها بحرف كبير أوك زائد مع بعض متل ما قالت شو ما كان الحرف الصوتي اللي في الجزر يشتب ينتهى عن خالص إجاب داله إي ممدودة زائد جام هون أيضا هاد الحرفين محزوفين بان oكييججم شوفوا اللافظ سأن الاكيجاجم مع سنت سان عني فقط اكي اللي تغيير فيها mögets طال� سابت أيضا هون بان اكيجاجم به بиз اكيجاج الأفعال أينمك أعلمك أويومك رح أترك لكم وظيفة هذو تشتغلوهن نحن الدرس القادم رح نشتغل جمل بالزمان المستقبل رح أجيب سيرة هذول أيضا لفظا هذول اكتبولي الطريقة اللازم نلفظهم فيهن أينمك فعل اللعب أو الرقص أعلمك البكاء أويومك فعل النوم نشتغل للطرف الثاني أيضا عنا حالة النفي أيضا رح أشتغل مجموعة أفعال نمازج ورح أترك الباقة أيضا كوظيفة سيلميجيم شفوا هون الفعل سيلمك أيضا اشتغلته بالنفي حالة عدم القول صار عندي سيلميجيم الفظها هيكا متما مكتوبة سيلميجيم طويل كتير شو رح يكون عندي تبديلات اللفظ مباشرة لما صار عندي نفي الجزر رح يظل سابت ولفظ كما هو على تمام هون عم سيلم عندي صوتي اللحقت النفي يالعازل الجزر نفس المبدأ هون تماما فقط هون كنا عم نستغني عن الحرف الصوتي اللي هو من أصل الفعل هون عم نستغني عن الحرف الصوتي اللي هو لاحقت النفي الاي مع الاي مع الاي مع بعضن يستغني عنهن يستبدلون بالي الممدودة كالعادة يمشق مع الرباعي مع البان والبيز رح يتم الاستغناء عنهن أيضا يشطبوا صار عندي لفظ الكلمة بان اول شي سوي لا والمي رح تكون موجودة سوي لا يستغني عنهن يممدودة بان سويل مييجا بيز سويل مييجا ما اونطمك فعل النسيان اونط ما يجاغن لن انسى ايضا الجزر مع النفي يبقى سابت اى يى اى مع بعضن عب سيرو ايضا اي ممدودة يمشاك مع الى الصوتي البعضو عب يطمن استغناء عنن سارى عندي ايضا نفذ الكلمة اونط مي اي ممدودة اونطميجا بان اونطميجا اونطميجا بان اونطميجا طب بيز اونطميجاز بيز اونطميجاز و بان اونطميجا اشتغل ايضا اخر فعل و اترك ايضا الاربع الاخيرين ايضا وظيفة شبابنا ايضا ايضا شو عب سير عندي هون فعل السحب لاحقت النا في اول الحرف الصوتي فيها الى مع الى ايضا نستغني عنهم نستبدلهم بى اي ممدودة يمشاك مع الى اي ايضا يتم الاستغناء عنهم نهائيا ما رح نلفظها او رح سير عندي اينا اللفظ كيف رح يكون بان تشك ميجا بان تشك ميجا بان تشك ميجا انا لن اسحب بيز تشك ميجاز نحن لن اسحب تشك ميجا تشك ميجاز هلا هذا الموضوع شو رح يصير عنكم انتو مشاكل انتو مطرين تحفظوا الفعل او تتدربوا على الفعل كتابيا بجمل رح نشتغل الدرس القادم والبعد رح مطرين تشتغلوا عليه حالة كتابية فمطرين تشتغلوا عليه حالة املائية صحيحة يعني تكتبوا اللاحقة بالكامل يومشقة ضمير شخصي بالكامل لما رح تجوا على اللفظ دماغكم باللاشعور رح يوجهكم تجاه المكتوب يعني كيف كتبتوها رح تلفظوها باللاشعور رح تلفظوها يازم يجان اكو ميجان هذا الكلام بداية لكن لما انتو بعد ما تكتبوا درس القادم رح كون عنا مجموعة جمل بعد ما تكتبوا الجمل يلي هنا نخلين اعتبر رح يكون درس قادم ممكن خمسة عشر وعشرين جمل لما تتدربوا فيما بعد على اي شيء مكتوب عنكم بأي كتاب هيتيت اسطنبول وما شابه من كتب الشكل المكتوب تتدربوا عليه مكتوبا لكن تشتغلوا بعد ما تكتبوا بعد ما تكتبوا كل شيء مكتوب وتطلوا عليه تشوفوا المستقبل وين موجود زمنه تعطوا مباشرة ان تحطوا ضمن الكتاب اشارات اللفظ حسب القوانين اشتغلناها لما تحطوا فوق اشارات اللفظ وتبدأوا بالتدرب على اللفظ وهو مكتوب امامكم يعني الكلمة مكتوبة بشكلها الكتابة لكن انتو عب تلفظوها بالشكل الصحيح وليس بشكل المكتوب مع تكرار التدرب رح صير الدماغ باللاشعور يشوف الكلمة بداخله بانه هي كلمة مكتوبة بشكلها الاساسي لكن الليسان رح يعتاد على اللفظ التاني على اللفظ الصحيح يعني نَعْرَهَنْ سَوَى كَلْرُمَعَي لَفظ شباب بَعِطَابةً بَنْ بَقَيصَم stun بَنْ بَقِيصم benchmark بن arayacağım بن arayacağım ve biz arayacağız biz arayacağız o pardon okumak ben okuyacağım ben okuyacağım biz okuyacağız biz okuyacağız o oynayacağız bundan gajira ağlay ấy bundan gajira قبل أرسل التوكير اختصائق ص69 اختصائق أبدا أختصائق Soglemek Ben söylemeyeceğim Biz söylemeyeceğiz Ben unutacağım Ben unutmayacağım Ben unutmayacağım Biz unutmayacağız Biz unutmayacağız هذا هو الشكل أيضاً رح أطلع من اللوح تاخدوا لقطة للشاشة وتشتغلوا على طريقة لفظ هالأحرف هالأفعال هدولة الدرس القادم رح نشتغل على أمسلة مع استخدام الزمن المستقبل بأشكاله المثبت المنفي السؤال المثبت والسؤال المنفي أطلع من الشاشة خدوا لقطة شوفكم بخير